اشتركوا في القناة الرمية الى محاربة مصادر تمويل الارهاب والتي من شأنها حفظ امن واستقرار المنطقة كما هنأت السفيرة اعضاء المركز على الادراج الجماعي لستة عشر فردا وكيانا ارهابيا من قبل مركز استهداف تمويل الارهاب واضحت ان هذا الادراج الجماعي هو انجاز يعكس موقفا اقوى واكثر تصميما للمركز وولايته واهدافه الرئيسية واكدت رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية بوزارة الخارجية ان وضع الحرس الثوري الايراني وحزب الله ووكلائهم في القائمة بما في ذلك خلايا الاشتر وخلايا المختار على قدم المساواة ضمن نفس فئة التهديد الارهابي لكل من داعش والقاعدة والتنظيمات التابعة لها حيث يعتبر ذلك انتصارا بحد ذاته واعادة التزام جميع الدول الاعضاء لمواصلة دحر مخاطر التمويل الارهابي الجدير بالذكر ان اعادة تصنيف ميليشيا سرايا الاشتر وسرايا المختار في قوائم الدول الاعضاء هو امتداد للعمل الوطني والاقليمي المتناسق مع سياسة مملكة البحرين التي ترتكز على مكافحة آفة التطرف والارهاب من اجل منطقة مستقرة لتعيش الشعوب في امن وسلام وازدهار اشتركوا في القناة